نستهيل الأخبار المحلية بأحوالي الطقس حيث عرفت ولاية تتيارة موجة من البرد بتبعتها تساقط كميات معتبرة من الأمطار التي شملت معظم مناطق الولاية مع تسجيل صعوبة في حركة المركبات بسبب الضباب والرياح العاتية مما جعل الكثير من السائقين يستعين بالأضواء الكاشفة من جانب آخر فلاحيا يطالب بعض الفلاحين بولاية تتيارة بضرورة تحسين معاشاتهم التي ظلت لمدة من الزمن بمبالغ محدودة لا تتعدى 10 دينار الجزائري يحدث ذلك رغم دفع هؤلاء لاشتراكاتهم السنوية محملين المسئولية للجهة المعنية التي يرون أنها لم تأخذ بعيني الاعتبار هذه الشريحة ديار بن داود رصد لنا التالي يعدوا لخمسمائة تلف في الشهر ونخلص ثلاث ملايين ومتين في السنة وعطي لي الكارتة تأشيفة عطي لي ثمانين في المئة وأنا عندي مرض مزمل وكذلك مولاد الدار عندها مرض مزمل يعطينا ثمانين في المئة كان شرطين بالنسبة للتقاعد كان الشرط اللي هي العوام سنوات الاشتراك من خمسة عشر وما فوق وكان السن التقاعد اللي هي خمسة وستين عام هذا الإنسان اللي رأي يقول لك باللي رأي عنده من حق للا معناه مارش مستو في قع سنوات عدنا يك ولي خارج وان كورديناشون بنا بين السيانيخ قانون جديد اللي رأي عندنا ونفو دولا كاسنوس ولينا نديرو لسيسام ديكلاقاتيف من مزايا هذا الإجراء الجديد وين الإنسان يغنفلي لغتخات التاعه تصنع حالة وصال الحدث بمدينة عينتي موشنت حيث لم تجد أم وصال حلا لإنقاذ ابنتها المريضة إلا بعرض منزلها للبيع فقط لتوفير تكليف علاج ابنتها المريضة والتي تحتاج لعملية جراحية مستعجرة تقرير الصراع مع المرض هي حكاية وصال والتي تعاني من تشوه خلقي على مستوى القلب جعل أمل الشفاء يرتبط بعملية جراحية مستعجرة ولكن تكاليف علاج الطفل وصال جد باهظة وبعيد عن قدرات عائلتها قصة وصال أفحت تصنع الحدث بمدينة عينتي موشنت بعدما أعلنت عائلتها الميسورة عرضها مسكنها العائلي للبيع أما أم وصال فعرضت بدورها كليتها للبيع في سبيل توفير تكاليف علاج ابنتها لو كان إنسان يبغي يشري أي عضو قرانية عين كلوة راني مستعد أمام الله مستعد أمام الله نعطيها لو يبعتنا غير وصال بركة قولكم أروحوا شروع لي داري داري كبيرة داري أفكات كبيرة تقدروا فيها مكاتب أروحوا شروعها لي وقتوني دراها من طلع بنتي طبرة من بعدها نجي نجمع ندير قيطون في كل شبلاس هنا وقت فيها اليوم تناشد عائلة وصال مع سكان بلدي الترقى أصحاب القلوب الرحيمة من ذوي الإحسان من أجل علاج الطفل وصال والتخلي عن فكرة بيع المنزل كونه الملجأ الوحيد لهم أكد قدور العمارة مدير جامعة محمد صديق بن يحيى بولاية جيجل على أن هناك لقاء تشاوري سينظم ثلثاء المقبل أي غدا بحضور كل الأطراف من التنظيمات الطلبية نقابات العملية والساتذة المعتمدة وكذا ممثلية لإدارات المعنية من أجل إيجاد حل للإضراب المفتوح الذي دخل الأسبوع الثالث بالقطب الجامعي تسوست من طرف عدد من الطلبة الجامعيين خاصة المنظويين تحت لواء الاتحاد العام للطلبة الجزائريين أيمن عبد الرحيم رصد لنا التالي رفضوا هذا اللقاء وقال لك نحن نواصل الإضراب من يوم الثلاثة إلى يومنا هذا لكن إدارة الجامعة بفضل سياسة التشاور لتنتهجها تجاه تنظيمات أو الشركات الاجتماعية سواء نقابات أو تنظيمات طلبية فاعلة عودنا ندعينا إلى عقد اللقاء أخر يمثلتها إن شاء الله على الساعة الثانية زوالا بالقطب المركزي جيجل ووضع استراتيجية لتسير هذه المرحلة نعتبرها كمرحلة انتقالية لمدة ثلاث شهور في مثل هذه الأجواء الباردة يستعين الكثير من السكان إلى التدفئة باستعمال المدفئات العصرية غير أن عائلات تقطن بالقرى والأرياف بولاية تيرت لازلت تحافظ على المدفئة التقليدية التي تصنع التمييز برائحة الحطب الطبيعية ودفء التقاليد التقرير لديار بن داود إنها المدفئة التقليدية أو كما يسميها سكان المنطقة الشيميلي التي ظلت ومزالت ترافق بعض العائلات بي تيرت ففي مثل هذا الجو البارد تلجأ عائلات بعمق القرى والأرياف إلى المدفئة التقليدية التي تستخدم لتوفير الدفء وطهي الطعام فتجميع الحطب كواقود للمدفئة التقليدية مهمة كانت تتقاسمها النساء والرجال في صورة تضامنية فرغم تطور وسائل التدفئة اليوم وعيوبها الكثيرة بقيت المدفئة التقليدية صديقة للعائلة في السراء والذراء فبرودة التقص في مثل هذه الأيام لا يقاومها سوى دفء المدفئة التقليدية التي لا زالت تصارع من أجل وجودها فما زالت تستطيع أن تجمع أفراد العائلة في جو حميمي أصبحنا نفتقده اليوم ختام المواعد المحلي شكرا لكم على طيبية المتابعة والإصغى في أماني